السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتمنى يكون كل شي بخير وعلى خير وفي صحة جياء إن شاء الله شكرا على الأسئلة ديالكم شكرا على التفاعلات ديالكم الفيديو ديال لنكم اشتركوا العنوان سنحاول نظر على التهني على الفيديو لأنه بزاف ديالناس ما زال ما عارفينش لا جدال هذا الكريدي هذا كي يجيوني بعض الأسئلة على الخدام الذي يخدموه يعني الناس يخدموه هذه الخدمة اللي هي بسيطة عادية ماشي مع الدولة موتي سولوش عندي الحق ندير الكريدي أو ما ندير الكريدي تقولي كنا أو شرنا مرة عندي نحن عندي الحق ندير الكريدي يعني بزاف ديالأسئلة رغم أني ندرت بزاف ديالفيديو على هالكريدي هذا واشنوما الشروط واشنوما العويج اللي خصك تكون ديرها باش تستافد من هالكريدي هذا اليوم إن شاء الله غادي ندير آخر فيديو على هالكريدي هذا باش نسرحوا فيه جميع الحويج واللي خصك تكون عارفها وإجابة على بزاف ديالأسئلة ديالأخوان اللي كي يطرحوا منينا في الكومنتير وتعطوهم نحف تف تليفون وكي يطلبوا مني بعض الأسئلة بحالة شيء اللي لديكم في المسافة إذن اليوم هناك قدامي واحد النموذاج غادي نحاول نقرأ عليكم باش تعرفوا هالكريدي فوقاريم هالكريدي فوقاريم علاج الدار وشكون هالكريدي الفئة من الدار وشكونا 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 غادي نعرفوه في الفيديو هذا إذن ما عليكم إلا تابعونا من الأول حتى الأخر وقبل ما نبدأ نقول لكم هالكريدي لماذا لا تابعونا في القناة تابعونا في القناة وفعلونا الجرس باشيط لكم الجديد وما تبقى اشتركوا في القناة في باسم الله وعلى بركة الله اشتركوا بالحديث اشتركوا في القناة ماثلت الناموذج على التفصيل في القناة ماثلت ولا تنظر اختبئ اختبئ ولا تأكد اشتركوا في القناة سوف تتكلم وانت نحب وامغان لن نضر فاكل تفكر تساكونا وانت ما عندك شي خدمة رسمية هناك يجي الدور دي لهذا النوع من القرون اي كريدي فوقاريم اللي هو كريدي خاص بالسكن الاقتصادي موجه لهذا الفئات اللي ما عندهش الخدمة الرسمية تمام؟ تمام؟ هاد الكريدي فوقاريم دار الناس اللي ما عنده مشو حد الخدمة الرسمية مونات الميناج خدم في حمام خدم في قهواء كتبعوا تشري عندك الحق تستافد من هاد الكريدي هذا من طبيعة الحركة ينشي معايير تكون متوفره فيك الآن الصندوق فوقاريم تحدد سنة 2013 يعني سنة 2013 تم الموافقة على هاد الكريدي هذا من طرف الدولة بهدف تمكيل فئات اجتمعية اللي هم احنا عداد دخل ضعيف والمحدود والغير القار مشير صمي شهر كتصور الف درام شهر كتصور الف وخوسمية درام شهر كتصور خوسمية درام شهر ما تصورش يعني على حسب الفئة اللي احنا موجدين فيها منها الحصول على القرض من طرف مؤسسات البنكية ودلك باش يشجعوا الاقبال على الساكل الاقتصادي عدوة لاش داروا الناس او لادرتد عفوان للدولة هاد الكريدي هذا باش يشعوا الناس او لالفئات الهشة الفئات الهشة عفوان او لها فئات اللي ما عندهاش يعني مدخول القارب حالي وبحالك انتالي كتفرج فيها فاراه عندك الحق تستافد من هاد الكريدي هذا اذا لكن عشنا هي هاد الشروط باش تستافد من هاد القرض عشنا خص يكون تدعو النصوص القانونية على منظمة الكريدي فوقاري مجموعة من الشروط التي يجيبو انسوا بفارة صاحب طلع من بين ابرز هاد الشروط واسمع معايا تبع معايا دير ورقة وستيلو باش تفهم عشنا هم هاد النقاط هادو اولا ان يقع المسكة الموراد شيراءو يعني الدار اولا الشركة اللي انت بجي تشاري فيها الدار يعني المكان فيه يجب ان تشاري الضغط تكون تساكن فيه ان يقع المسكة الموراد شيراءو في المجال الترابي الذي يمرس فيه المستفيد نشاطي يعني يجب ان تكون خدام في البلاسة اللي انت بويت تاخد فيها الكريدي وبويت تاخد فيها الشقة ديالك اذا هذا شرط من الشرع وان لا تتجاوز الكفلة المادية للقرود 20 مليون يعني الحد الأدنى او لاحفون الحد الأقصى هو 20 مليون ديال الكريدي فوقاري على حساب القساد البلاد على حساب القساد البلاد اذا كان القساد اللي طالع سيكون شوية الكريدي طالع كان القساد نازل سيكون شوية نازل يعني في كائن صاحب الطالع في كائن المادية للقساد خاص يكون حتى الساكان في مثل عنوان يعني هذا الشيء الذي يريد أن نصل لكم ودرورة توفر على مسكن على رسم عقاري أي تيتر يعني هذا خالي من كل من موانع قانونية إذن ثالثان إتباهة صاحب الطلب بموجوب تصريح بالشرف ومزاولة العمل الحر أو العمل اللي اللي تيقوم به هتصريح بالشرف أشنو فيه أنا كارا كتخدم وحد الخدماء في البلاد صرف لافلانية كتصور القد كتبعوا نجار خياط كما كنت يعني كتكون واحد المبلغ المالي واحد الفكرة كنت أشتر لها يا قانال نعم المور البنك أن ما عندك العقد تستفد من هذا البنك إذا مشيت قلت لهم بأن تدخل ديالي شهريا ما يتجاوز 1500 ترح يعني 70 الفريع إذا قلت لهم قل 70 الفريع أنا لا سيقبل ويأخذ ما عندك كريد يعني أعفل لا إذا التوفير على شهدة الدعمة الملكية لتمكن من الحصول على صف من البلغ يصل إلى 200 الف درهم لمدة أقصة 25 عام يعني الكريدي إن أجب الله تقبل لك وخديتي رأت يقسم لك على 25 عام وهذا الكريدي فقاريم رأت يقسم لك على 25 عام يعني على حسب كريدي خديتي مثلا ما خديتي عسرين ما خديتي عسرين مليون كاملة مثلا عندك مثلا واحد المبلغ مالي مثلا أنتك واحد 6 7 8 10 ودفعت من 3 شركة ودفعت مثلا الربع والنص فرأ هذا الطريط الذي يقوم مع 4 يقسم على 20 عام كل ما دفعت أكثر كل ما جاءتك طريطة قليلة وجاء الكريدي يعني سلاف قليل الكريدي يجي قليل وطريطة يجي قليل وكتكون أمور عندك مزيالة إذن بالنسبة الفائدات تتراوح ما بين 6.5% أو 8.5% 8.5% هذه نسبة الأربع التي تربع معك الشركة إذا نتشي لك أنا الإخوة نتمنى تكون كل شي استفد وكل عرف أشنا هو الحويج التي مهم وحويج التي تسأل عليها ونكون جاوب عليها في هذا الفيديو هذا شكرا وتحيال لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة